نازح مسن يبلغ من العمر الثامنة والستون عاما نازح من مدينة مايكادرا بسبب طرد عصابات الفان لأبناء تيجراي الذين يقيمون في المدينة والذين كانوا يعيشون حياة كريمة مع عائلاتهم من خلال عملهم في عدة مجالات في مدينة مايكادرا كنت أقود حياة كريمة جدا من خلال عملي كسائق جرار زراعي ولكن تغير وضعنا كليا وذلك بسبب طرد عصابات الفان لنا من أرضنا والآن أصبحنا نمر بظروف صعبة تبدلت أحوال النازحون كليا إلى وضع يصعب وصفه فالسيد دستا يعاني من مرض مزمن ولا يجد الدواء لعلاجه مما أدى ذلك إلى تأثر حالته الصحية ولأنه يعاني من إعاقة فهو لا يستطيع التحرك حتى إلى دورة المياه وزوجته هي من تقوم بالاعتناء به هنا ولثلاثة أعوام ونحن نعيش ظروفا معيشية صعبة جدا أصبحت أعاني من المجاعة إضافة إلى أنني أعاني من أمراض مزمنة كضغط الدم والعلاجات غير متوفرة وأصبحت أتناول الدواء بفترات متقطعة ولأن دوائي نفذ منذ 15 يوما لم أتناول الدواء وهذا أثر على عيني كما ترين عيني إحمر وعندما أذهب إلى مشفى مخل العام أو مشفى عيدر يقولون لي الأدوية غير متوفرة ولا أملك المال الكافي لكي أقوم بشراء دوائي من الصيدليات الخارجية إن المعاناة التي تعاني منها زوجتي هي بسببي وهي من تقوم بالاعتناء بي وهي من تنقلني إلى دورة المياه فأنا لا أستطيع أن أذهب بمفردي هي أيضا من تطعمني تخيلوا معي حجم كل تلك المعاناة التي يمر بها هذا النازح المسن ومع قرار وقف إرسال المساعدات الإنسانية تزداد معاناته فالمجاعة لا يستطيع تحملها أي شخص ولكن نازحي غرب تقراي تحملوا تلك القسوة ولكن السؤال إلى متى يستطيعون الصمود إنه محزن جدا كان يجب أن يتم حاسبة الذين كانوا يقومون بسرقة المساعدات الإنسانية بدلا من إنقافها لأنه لا ذنب لنا في شيء وهذا القرار أصبح يزيد من معاناة التي نمر بها فقد مضت خمسة أشهر منذ آخر مرة استلمنا فيها المساعدات نحن في وضع محرج للغاية فالسيد دستا هنا يرجو المجتمعات الدولية بأن تعير انتباهها الكامل إلى حجم المعاناة الإنسانية التي يمرون بها النازحون في مختلف المخيمات ولم يدع فقط المجتمع الدولي بل وأيضا ناشد الحكومة المؤقتة والفيدرالية بأن تعمل على إخراج القوات التي تحت الأراضي غرب تقرأي في هذا الوقت فإن إرسال المساعدات الإنسانية هو ما نريده بأن يقدم لنا لأن المجاعة قاسية للغاية ومن ثم أريد أن يتم توفير العلاجات لنا وخاصة نحن كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة نريد أن تتوفر الأدوية الخاصة بنا في أسرع وقت نتمنى من الحكومة المؤقتة بأن تتعاون مع الحكومة الفيدرالية وأيضا تتعاون مع المجتمعات الدولية بأن تعمل على إخراج القوات المحتلة وترجعنا إلى أرضنا الغنية بالثروات الزراعية ترجمة نانسي قنقر